اهلا بكم من جديد فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الاسبوعية 19 مناقصة لتسع جهات حكومية وبلغ اجمالي اقل العطاءات 8 ملايين دينار وتصدر طرح المناقصات شركة نفط البحرين بسبع مناقصات تضمنت عمليات الدعم والصيانة لنظام التحكم في التوزيع من شركة يوكو جاوا وأعمال الصيانة على محركات الصمامات وتصليح وصيانة مولد احتياطي الطوارئ ومضخة الكتر بلير وشراء برمجيات فيام لحفظ البيانات حيث بلغ اجمالي اقل العطاءات المقدمة للمناقصات 2 مليون 839 ألف دينار وقد اظهرت بيانات جلسة المناقصات طرح شركة تطوير للبترول مناقصة لأعمال الفحص الدوري والصيانة وتنافس على المناقصة خمس شركات وتقدم بالعطاءات شركة رمسيس للهندسة بعطاء بلغت قيمته 2 مليون و600 ألف دينار مشاهدين سجلت جلسة مجلس المناقصات كذلك تقدم إدارة المخازن المركزية بثلاث مناقصات شملت معدات مياه وجهاز لشبكة معلومات أمتار المياه الذكية وعددات مياه إلكترونية وبلغت أقل العطاءات المقدمة لهم مليون و334 ألف دينار كما تقدمت شركة تطوير للبترول بثلاث مناقصات تضمنت توفير تأمين صحي وتأمين على الحياة وأعمال الفحص الدوري والصيانة وأتمتت مضخات الرفع العامودي حيث بلغت قيمة أقل العطاءات المقدمة 3 ملايين و785 ألف دينار والآن نستعرض وإياكم مشاهدين الأداء الإسبوعي لبورصة البحرين في التقرير التالي بلغت كمية الأسهم والسقوك الإسلامية المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 25 مليون و128 ألفا و118 سهما وصكا وقد بلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين و45 ألفا و199 دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 479 صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 24 شركة ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 13 شركة واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الصناعة وجاء قطاع الشركات في المركز الثالث وقد تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع على السقوك الإسلامية المدرجة في برصة البحرين بقيمة قدرها 250 ألف دينارا أي ما نسبته 4.14% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة خلال هذا الأسبوع في حين بلغت الكمية 250 ألف سقا تم تنفيذها من خلال خمس صفقات وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم والسندات المتداولة مليونا ومائتين وتسعة آلاف وأربعين دينارا بحرينيا في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم والسقوك الإسلامية المتداولة خمسة ملايين وخمس وعشرون ألفا وستمائة وأربعة وعشرين سهما وصكا أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 96 صفقة والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة